عندهم سعار بقى وفي ناس انا واثق ان هيجي لهم يعني حالة سعار سايكوباتي نعالجهم ازاي يعني بعض السلافيين الاخ في واحد يعني مش عايز اقول اسمه في بعض الناس اول ما سمعوا الكلام ده جالهم رعشة وجالهم شلل رعاش وجالهم استبعس لانه هم بيتجرب ده هم بيتجرب ده وهم بايين ينفزهم وخطط بريطانيا لما كانت محتلانة فرق قاسل لما هي عملت حسن البنة وبقى ايه اخواني طب بقيت مجتمين مصر كانوا كفار قريش ساعتها صحيح صحيح وانا اذكر يا استدها فريدة الكتشنر راح للانبة مش فاكر كان ساعتها سيرجيوس ولا قال له انت بتقف مع الحركات الوطنية ليه انت مسيحي وانا مسيحي تطور فقال له جملة لطيفة جدا قال له انا المسلم المصري اقرب الي من مسيحيتك طبعا واغلق قلايتي ولا تطرق بابي مرة اخر بالضبط كده هو لما اسرائيل كانت بتيجي تضربنا وترمي قنابل وصواريخ وبالا ازرع كانت بتفرق لا لا صحيح ودافعنا احنا لما اختحمنا خط برنييف ولما حققنا انتصار تبا سبعين ايه المشكلة ايه وشهدائنا من كل يعني انا بقول ان احنا دي كانت خطوة الحقيقة جاية في وقتها ويا رب كلنا نقف مع الرئيس وكلنا نسنده لانه هو بيعمل حاجات انا رأيه انه بيراجد على مصر لمكانها ومكانها المدني المتحضر ده حقيق ده حقيق بشكور سيد النائبة والاعلامية الكبيرة واستاذة فريدة شباشي ترجمة نانسي قنقر